ألف واربعمائة شكوى تقدم بها المستثمرون في فولكسفاجن أمام محكمة برانسويك ضد المجموعة الألمانية يوم الأربعاء هؤلاء المستثمرون بينهم ألمان وأجانب منهم أفراد ومؤسسات خاصة وعامة جميعهم يتهمون فولكسفاجن بالتسابب بخسارة أموالهم والإساءة إليهم ويطالبونها بتعويضات مالية قدرت بثمانية مليارات ومائتي مليون يورو ومن بين المؤسسات التي قدمت الدعوة بلاك روك الأمريكية وهي أكبر شركة لإدارة الاستثمارات إضافة للحكومات المحلية لمقاطعات بافيار وباد وارتنبيرج وهاس قبل عام المجموعة الألمانية اعترفت بأنها زودت بعض أنواع سياراتها بتجهيزات تزور نسبة بعثات الغازات الملوثة